تواصل وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 453 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 66 طن مواد غدائية وغير غدائية بالإضافة إلى ضبط قرابة 58 طن مواد غدائية وغير غدائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط 8 طنان من السلع في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية كما تم ضبط 613 قضية من بينها 171 قضية خبز ناقص الوزن و164 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابزة فيما تم ضبط 3 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 28 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية